معي هنا في الأستوديو للحديث مباشرة ونربح الوقت أكثر لمناقشة هذا الموضوع نتحدث عن ملف مهم جدا أثار كثير من التساؤلات شفنا حركية الآن بدأت قضية استيراد سيارات كثير من العلامات يتم تداولها افتتاح أيضا اعطاء شارط لإنطلاق لعديد من المركات شفنا فيات شفنا أيضا شيري مؤخرا هناك الحديث بالأمس وزير الصناعة التقى مع ممثل علامة أوبل في الجزائر وأعطاله بعض التعليمات الموجودة من بينها أن تكون هناك أسعار التي تهم المواطن أكيد أسعار تكون فيه متناول وفي نفس الوقت نحكي أيضا على التشجيع على الشروع في إنشاء مصانع لتصنيع السيارة هنا في الجزائر نعم حقا هذا ما يأمله المستهلك الجزائري كنا نعرف أن الحاضرة الوطنية متهالكة منذ سنوات هذا الذي تطلب على شاحنات سيارات الحافلات ومختلف هذه الوسائل التي استعملها المواطن أو يسحقها المواطن الجزائري في حياته اليومية هذا الارتفاع جنوني في أسعار سيارات أسعار غير معقولة منذ قريبا خمس سنوات الأسعار للمواطن الجزائري مئتين مليون أصبح ما يقدرش يشري سيارة صحيح وهذا بسبب ندراتها على السيارات الجديدة وأيضا السماصر اللي حقيقة مصوا دم الجزائرين كما لازم الحال يعني أسعار اليوم سيارة اللي كانت في الالفين وطناش دير ثمانين مليون الآن في الالفين وثلاثة وعشرين لحق سعر إلى مئة وخمسين مليون ومشات خمسمائة ألف كيلو وهذا أمر يعني غير معقول ويعني حقيقة هذه الانفراج خلينا نقوله اللي شفناه في الأيام الماضية شفناه علامات اللي أطلقت على مختلف السيارات مثل الشيري مؤخرا اللي كان الأسعار اللي فرح بها المستهلك الجزائري بداية من مئتين مليون وهذا شيء ما شفناه منذ سنوات يعني والآن سيارات الصينية ماشي كما السنوات الماضية اليوم الدولة من أسباب تأخر في طرح الدفتر الشروط هي الإجراءات أو الشروط الصارمة اللي فرضتها الدولة الجزائرية على هذول المصنعين اليوم مع دخول هذه العلامات سيارة الصينية شهدت تطور كبير في السنوات الماضية أهم كلامك أفهم أنك تريد أن تعطي تطمينات للمستهلك أن هذه السيارات نعم لأنه خلينا نكونوا واقعين نحن نعرف السوق الجزائري والتفكير تلك الساماصرة اليوم لما دخلت الأسبوع الماضي شيري شفنا الساماصرة مقاومة السيارة الصينية مش مليحة السيارة الصينية فيها وعليها لكن الدولة الجزائرية الآن في دفتر الشروط كان صارم جدا اليوم سيارة الصينية في السنوات الماضية شهدت تطور والآن سيارة لدخلة السوق الجزائرية سيارة تحتوي على شروط سلامة والأمان وخصائص كثير يعني توتوب سيونك جميل سيمو حسين خلينا فقط أنت أكيد أنت نعرفك أن الجمعية يهمك صالح المستهلك الجزائري أكيد رح نحكو على هذا الشروط اللي انتم تشوفها أنه تتماشى مع متطلبات المواطن الجزائري دعني فقط نروح نشوف مكالمة ونشوف سيسماعيل زغلاش للحديث عن بعض الأمور اللي ربما تعطينا بعض التوضيحات سيسماعيل زغلاش الخبير الدولي في السيارات وخدمات ما بعد البيع بس صباحك بسعيد أو مساءك سعيد هنا ضيفي في الستوديو يرافع عن شروط ومميزات هذه السيارات اللي جات للبلاد وهل تتماشى مع ما يتطلبه المواطن وراحته وكل هذا الأمور طبعا هو في سياق تخصصه أنت باعتبارك خبير دولي في السيارات وخدمات ما بعد البيع اشتغلت كثير في هذا المجال تحدث في بداية كلامه قال أن الحضيرة انتعنا مهترئة وأكيد نحن بحاجة إلى عدد يعني خلينا نقوله رقم كبير جدا نقص في الحضيرة ما يقارب مليون سيارة هل الأسعار أو الكمية اللي دخلت للجزائر وبنفس الأسعار أو بأسعارها هل يمكن أن تضع استقرارا أو تجعل السوق الوطني مستقرا برأيك السلام عليكم تحياتي لك ولضيفك الكريم بداية لو سامحت أود أن تعطيني بعض الثواني فقط تضامنا مع إخواننا في غزاء يعني إن شاء الله أردير فعلهم هذا الظلم آمين وهذا الجور وانترحمه على الشهداء وعلى المؤراتين هناك عودتني إلى موضوع موضوع سيارات فيما يخص يعني كأسئلة إطرحتها فيما يخص هذه سيارة الجديدة التي يعني أذيل عنها السيطار يعني ستريد تريد سوق الجزائرية تكلم على السيارة الصينية بداية يعني هذا الإفراج بسيارة فيات كما رأينا كلنا أسعار التي عرضت في سيارة العلمة فيات كانت منتظرة لأنه يعني سيارة مصنعة في أوروبا وسعر تكلفة في المصانع الأوروبية يعني مرتفعة نوعا ما مقارنة مع الشركات الأسيوية أو السينية بصفة خاصة زيارة عن ذلك كما تكلمنا من قبل فيما يخص المواد الأولية تدخل في سيارة يعني تقريبا يعني ارتفعت وهذا ناتج فيما يخص الضخم الذي شهده العالم تقريبا في إيطاليا مثلا نعطيك كوصل تدخل إلى عشرة في المياه في الزائر كذلك يعني في البلدان الأوروبية المصنعة سعر تكلفة ارتفع فلهذا يعني حتى نوضح للمواطن مش ممكن بدون أن نتكلم على المضاربة أن نقارن في الأسعار 2012 بأسعار 29 سعر تكلفة ارتفع إذا أنه يعني هذه المضاربة والنقص وهذه المضاربة والمضاربة ناتجة لعدم الوفرة وهذا شيء طبيعي في قانون الاقتصاد في قانون العرض صحيح قامت يعني الدولة رؤية الدولة في هذا المجال هي كما أسميها أنا التركيب مقبل الاستيرات ما معنى ذلك أنه نظراً للحظيرة احتياج الحظيرة الوطنية الكبير كما قلت يعني وصل تقريباً حوالي مليون سيارة يعني يكون حولها بالدولار يعني تقدر تصل حتى 13 مليار دولار ولكن للتدقيق صدنا في سنة 2014 يعني استيرات حوالي 450 ألف سيارة بما يعدل 6 مليار دولار يعني بطريقة حسابية مع عدم استيرات سيارة منذ 4 سنة و5 سنوات يعني يقدر يوصل هذا الرقم إلى مجموعة سيارة كما سألت إذن هذا السوق يسيل لعاب لعاب المصنعين وشركات سيارات في الخارج فلذلك الجزائر يعني من خلال الدولة أرادت في هذه المرة أن تقوم بوضع شروط حتى يكون السوق الجزائري ليس السوق استهلاكي لكن نود أن يكون فيه انتقال يعني للصفر فار انتقال الخبرة تكون عمليات تركيب ومن الأحسن تكون تركيب بنسبة إدماج مرتفعة من سنة إلى سنة يعني هدف مهم جدا صحيح ومشروع تبقى أنه كيف نقوم بوضع يعني توازن بين توجه الدولة إلى التصنيع وهذا شيء مهم جدا جدا وستراتيجي وطلب المتزايد في السوق للسيارات خاصة كمثال نعم أكيد سيسماعين سيسماعين أكيد أنه كيف نخلق التوازن كل هذا الأمور أكيد أنه كاين أهل اختصاص وكاين الناس اللي يعطيه الرؤية نتاحهم للدولة من أجل العمل بهذا المجال دعني فقط نذهب إلى فاصل أكيد واللي يهم المواطن أكثر وأكثر هو هل يمكن أن الأسعار رح تنخفض ولا لا المواطن هذا اللي يهمه سيسماعين هل الأسعار رح تكون في 200 مواتن هل نقدر نشر السيارة أكيد رح نواصلوا نقاشنا مشاهدين المواطن أيضا يتساءل عن هذه السيارات اللي رحنا نجبه خاصة منها الأسيوية هل تخضع ربما الشروط اللي يتمنىها أي مواطن أنه تكون عنده سيارة قوية صحيحة فيها مواصفات درجة أنه حتى يقول لك بالعامية ما تفناش يعني تكون فيها مميزات تخليها أنه هذه السيارة المواطن يقدر يشد بها سنوات نعم حقيقة نصح حتى العلامات اللي دخلت مثلا إذا عقينا مثال سيارة علامة شيري سيارات اللي يدخلوا فيها ضمان سبع سنين سبع سنين هذا يدل على أنه المنتج يعني رح يمت تطمينات لمستالك أنه شيرت سيارة سيارة جديدة لاتو توبسيو 2024 بـ 200 مليون وترح تشري سيارة 2012 ماشية 500 كيلو كما يقول الشارع الجزائري قيوسها كامل بـ 250 مليون هل هذا طبيعي الآن الأسعار تشهد فوضى فوضى كبيرة دخل هذه العلامات هذه السيارات تجارية نحكو الصينية لأنها هي لبدأ أطلقت دخل هذه العملات تجارية يوم الأربع تكون افتتاح سيارة أوبل نعم يوم الأربع نعم سيارة أوبل نعم أن الأسعار تكون مثل ما تفضل الوكيل أن الأسعار رح تكون في متناول المواطن الجزائري وكل واحد على حسب الإمكانية تتاعه لكن يفضل المنتوج جديد أفضل من القديم وصيارات صينية في السنوات الماضية يعني شهد التطور كبير حتى أصبحت أصبحت بعض العلامات تنافس بعض الشركات الكبيرة يعني وحتى الشركات حفوا حتى الشركات التي كانت تصنع في أوروبا بسبب زيادة في أسعار الموت الأولية وتكاليف وتكاليف تصنع في الصين الآن هذه المعلومات الخاطئة بين قوسين نزيكسبرت وعن لسا ما صعر هم هل 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 بالأوروبية بالسعر اللي تفرضون بالسعر اللي ما يقدر لوش المواطن استغلت أنه مثل ما تكلم الخابر عزت أكتر من مليون سيارة أثر على المستهلك وحتى على حركة الاقتصاد الوطني عدنا عزك بين أنا ما زالني نسنا في الصمصار اليوم إحنا المكاتب يوم الجمعة مكاتب بتعنا الولائية خرطوا دالوا معين الأسواق أسواق الولائية تحسيارات نبيع نشرا الناس كاملة يتسنى في سيارة الجديدة سبعة سنين ضمان يدل عنه أنه سيارة 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 تحتوي على مزايا كثيرة سيارة صوليد إذا نحن نسنا السمصار وش راهوي يقول وش راهوي سيارة ما زال ما دخلش كيف تحكم على سيارة ما دخلش صحي السيارة الآن في سيارة اللي كانوا يديروا ربعة ربعة بمئة مليون في وقت ماذا الآن هيتدير مئة اشين مليون للسيارة هل هذا يعقل ويقول لك السيارة الصينية مش مليحة الآن دول الجزائر من الأسباب تأخر إصدار دفتر شروط كانت لجان لجان درست دفتر شروط كما نازم من الحال السيارة اللي دخلت للسوق الجزائرية تعهدت أنه السيارات اللي راح تكون دات مستوى كبير من ناحية معايير سلامة والآمن وحتى الخصائص وهذا النقص أو العجز في الحضيرة روؤثر حتى على حركة الاقتصاد الوطاني الآن نشوف هناك منظمة حماية المستالك حمايتك نتلقى اتصالات من عند مواطنين يقتنوا في أحياء سكانية بعد المرات أسبوع شركة جمع النفاية لا تخدم الشحينة لا تدخل لما نتصل بالقطع الغيار يقول لك قطع الغيار غير موجودة الآن هذا العز أضطر على السوق الجزائري يعني المواطن الجزائري لقى روح ما بين المطلقة وسندان ملقاش وين والآن ويجي يقول لك سيارة صينية يعيب فيها ويا أصلا ما زال ما دخلت كان البارح سمعت التصريح أنا المدير المركزي تع وزارة صناعة كان قال أنه الناس اللي تحصلت على الاعتماد النهائي لممارسة النشاط وكالة المركبات بلغ 38 متعامل 12 منهم متخصص في تسويق سيارات سياحية يعني كان 12 وكيل عدى الاعتماد النهائي تعه رح يدخل تدخل 12 علامة زيد بذلك مصنع فيات تعوهران اللي رح يدخل تقريبا 12 ألف سيارة في الشهر يعني حقيقة هذا الانفراج في هذا الملف يعني استقبلناه بصدر الرحيب وبفرح لأنه رح يعود بالفائدة على جزائري اللي كان حقيقة كما قلت 200 مليون ما يقدر شيش ليس سياحة قانون قانون تا استيراضيات المستعملة ما زال حز حز نعم جميل سي فارس نعود إلى سي اسماعيل يعطينا أيضا أنه أنا طرحت عليه سؤال أكثر أهلا بكم شديد مشاهدين نعود لما تبقى من نقاشنا وضيفنا عبر الهاتف سي اسماعيل زغلاش كنا تحدث عن نقطة مهمة وقضية هل يمكن أن تشهد الأسعار انخفاض متى والكمية ربما برأيك أنه تطلب تعطي استقرار للسوق والله كنت أقول بأن السوق الحر هو انتهاز فرص تجارية في إطار القانون تأطيره لا يكون بقوانين تمنع أو تقيد البيع الشراء بل يكون بإدخال وتزويد السوق بمنتجات جديدة حتى يحصل توازن واستقرار للأسعار فلهذا بداية هذا الإفراج بداية ظهور هذه العلامات المختلفة فيات جاك شيري وأفال يعني عن قريب من شأنها أن تقوم يعني هذه الواقع ستكون فيها وفرة إذا كان فيها وفرة دائما أعود إلى قانو العرض وطالب رح يكون فيه توازن للأسعار حتى يقول يكون انخفاض حتى يحصل التوازن لأنها الأسعار مرتفعة يكون انخفاض حتى يحصل التوازن وكذلك لن يجب أن نقول أن أسعار سيارات ربما أنا في نظري من الصعب أن تجد سيارة أقل من 100 مليون سنتين لأنه نظر ليش للمضاربة بل نظرا لارتفاع المواد الأولية وارتفاع تكلفة التركيب خاصة في البلدان الأوروبية نشاهد أنه يعني في العلامات السيوية بصفة عامة يعني اقتحبت السوق يعني ولديها شجاعة وطموح حتى في عملية التركيب وهذا يعني في صالح الجزائر في صالح الاطلاع الجزائرية في انتظار إن شاء الله تكون فيه يعني مناولاتية سوق لقطع الغيار حتى تزود هذه شركات التركيب بقطع غيار وتكون نسبة الإدماج لسنة إلى أخرى عالية وهذا موضوع آخر فيما يخص النسيج المناولة سنتناوله بحول الله في موضعنا الإخبارية اللاحقة استسمعي زغلاش خبير دولي في السيارة وخدمة ما بعد البيع أشكرك على هذه المداخلة القيمة أكيد سنناقش قضية قطع الغيار خلال الأيام القادمة بحول الله وأعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو أستاذ فارس محسن ما الذي يمكن أن نقول في الأخير بخصوص هذا الموضوع تطمينة ربما للسيد المشاهدين وأيضا للشركات المتخصصة في استراد وصناعة السيارة نعم حقيقة بعد إعطاء طناش رخصة نهائية للوكلاء النشطة في مجال سيارة سيحية وهذا يتصرح مدير المركزي للوزارة الصناعة الأكيد أنه عند دخول طناش موكيل معتمد السوق الجزائرية وبدأوا السيارات بدأوا يدخلوا يعني بدأوا في الموانئ الجزائرية الوفرة هي الكفيلة بطبط السوق هي اللي رح تنزل للسوق السوق عند دخول هذه السيارات الموجودة حاليا واللي رح تدريجي تدخل السوق رح يحبط والأسعار اللي رح في السوق في الأسواق هذه الأسواق بإذن الله ما رح نزيد ونسمعوا بها المواطن الآن سيارة مهترئة قديمة في السنة ماشية في الكيلو ومتراج الآن بأسعار الفلكية اللي كنا نسمعوا بها هذه انتهت انتهت وهذا هي اللي رأي حبات الدولة جزائرية بمنح هذه تراخص والإسراع يعني حتوا الوكالاء الإسراع في إدخال السيارات حتى يكسروا هذا الندرة اللي رأيك هنا في السوق الجزائرية وإحنا كمنظمة احنا هذه الوكالاء نطلبوا منهم أنهم يحترموا يحترموا المعايير المعايير هي موجودة في درست الشروط وصارمة جدا سيارة الصينية رهم يعني دفتر حرص هناك حرص شديد وسيارة اللي دخلت الآن أقولها وأكرر العلامات اللي دخلت الصينية اللي دخلت السوق الجزائرية يعني تتوفر على معايير دولية ومعايير يعني جد صارية محددة هذه الدولة الجزائرية هذه الوكالة لأنهم معانيين أنهم يقيموا مصانحهم هناك في الجزائر نحن كمنظمة نطلموا احترام أجل هذه الوكالة احترام أجل تسليم السيارات للمواطنين حتى يعني ما تكونش هديك التراكم الآن بدخل 12 وكيل أعتقد أنه السوق الجزائي سوق سيارات سوف ينخفض شكرا جزيلا لك سيفارس محسن ممثل عن جمعية حمايتك حمايتك على حضورك معي في السوديو لمناقشة هذا الموضوع المهم واللي أكيد ما زال يسيل الحبر وما زال حديث عنه إلى غاية أنه ربما ترتاح الأمور ويحدث التوازن داخل السوق في الأسعار نعم إن شاء الله 2024 هذه سنة الخير على المواطن الجزائري المستهلك الجزائري بسيفة عامة من كل النواح إن شاء الله شكرا جزيلا لك مرة أخرى إذا المشاهدين أن نواصل هذا الموعد الإخباري في أخبارنا الدولية